اشتركوا في القناة في تطوير البنية التحتية ومكبة التطور العمراني والاستثمارية الذي تشهده مملكة البحرين وذكر سعادة الوكيل بأن الوزارة حققت تقدما ملحوظا في وطيرة عمل المشروع حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلية للمشروع 83% فيما يجرى العمل على إنجاز الأعمال المتبقية من المشروع بوطيرة متقدمة بهدف الانتهاء من المشروع خلال الربع الأخير من العام الجاري ترجمة نانسي قنقر